اشتركوا في القناة ملاحظة هامة يسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية غير المبرمجة يبتمر الأول احسب بتماع العبارتين الآتيتين مع كتابة جميع خطوات الحل A تساوي ناقص 14 زائد زائد 10 B تساوي زائد 8.2 ناقص زائد 0.2 لنتعرف أو لنعرف المجموع الجبري S بالصغة الآتية S يساوي ناقص 14 زائد زائد 10 زائد زائد 8.2 ناقص زائد 0.2 زائد ناقص 17 ناقص زائد 17 احسب المجموع الجبري S استفد من السؤال الأول علم على المستقيم المدرج مبدأه O وطول وحدته 1 سنتيمتر فواصل النقط D ناقص 3 F زائد 2 H ناقص 1.5 B احسب المسافتين التاليتين DH وDF 80 ثاني أرسم معلما متعمدا ومدرجانيس في مستوي مبدأه وحدة الطول 1 سنتيمتر علم النقطتين A ناقص 2 صفر وB صفر 3.5 أنشئ النقطتين C نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة O عين إحداثيات النقطة C لتكون النقطة E منتصف القطع المستقيمة A أنشئ المستقيم دلتا الذي يشمل نقطتين C و E في هذه الفقرة نسمي نقطة تقاطع المستقيم دلتا وحامل محور الترتيب بG أنشئ المثلث A فتحة B فتحة C فتحة نظير المثلث ABC بالنسبة لنقطة G ماذا تلاحظ بالنسبة لمساحتي المثلث ABC وA فتحة B فتحة وC فتحة برر إجابتك الثاني الثالث عندنا XY و DU مستقيمين متوازيا وZV قاطعا لهما عزيز المستهد تأمل قليلا في الشكل المقابل ثم أجب المستقيم XY المستقيم DU المستقيم VZ يقطع المستقيمين في النقطة F و O طيب في كل حالة من الحالات الأتية أذكر لنا ما يلي زاويتين متجاورتين ومتكملتين زاويتين متقابلتان بالرأس زاويتين متبادلتان داخليا زاويتين متماثلتين استنتج قيس الزاوية OFD برر إجابتك OFD OFD استنتج قيس الزاوية هذه طيب الثمارين الرابع الثمارين الرابع طيب الثمارين الرابع أكتب الكسر 68 على 21 على شكل 68 على 21 تساوي X زايد 1 على B زايد 1 على Y حيث أن X و B و Y أعداء طبيعية غير معدومة معنى لا تساوي السلح أحسب الجداء A في B في Y مشكلة ثانية الهدف من هذا المشكلة وإثبات أن مجموع أقياس زاوية داخلية لمثلث كيفي تساوي 180 درجة A B C مثلث كيفي لاحظ الشكل أثبت أن C A B C A B زايد A B C A B C زايد B C A تساوي 180 أنشئ بدون استعمال المنقلة زاوية قيسها 105 درجة لاحظ رحمك الله أن 105 تساوي 60 زايد 45 درجة المشكلة الرابعة بدون استعمال المنقلة كيف تقسم زاوية حادة إلى ثلاث زاوية متقيسة باستعمال المدور فقط طيب نشوفوا الحل نمروا للحل التمرين الأول لجمع عددين نسبيين موجبين معا أو سليبين معا نجمع مسافتيهما إلى الصفر ونسبق الناتج بالإشارة المشتركة لهما لجمع عددين نسبيين أحدهما موجب والآخر سالم نطرح مسافتيهما إلى الصفر ونسبق الناتج بالإشارة العدد الأكبر مسافة طيب لطرح عدد النسبي نضيف معاكسه A و B نقطة من المستقيم المدرج المسافة بين A و B هي الفرق بين أكبر فاصلة وأصغر فاصلة A تساوي ناقص 14 زائد زائد 10 A تساوي ناقص 14 ناقص 10 A تساوي ناقص 4 B تساوي زائد 8.2 ناقص 0.2 B تساوي زائد 8.2 زائد ناقص نقلب الإشارة وعكس العدد الأول تساوي B زائد 8 المجموعة الجبري S S تساوي ناقص 14 زائد زائد 10 زائد 8.2 ناقص زائد 0.2 زائد ناقص 17 ناقص 11 أم لا عشرة تليق 10 10 أم لا 11 S 17 زائد 17 إذن هذه 17 طيب تقول لك ناقص 14 وزائد 10 هنا تساوي ناقص 4 زائد 8.2 زائد 7.2 تساوي زائد 8 ناقص 17 وناقص وزائد 17 تقول لنا ناقص 34 إذن S تساوي ناقص 4 زائد 8 زائد ناقص 34 S تساوي زائد 4 زائد ناقص 34 تقول لنا 34 ناقص 34 30 إذن S تساوي ناقص 30 S تساوي ناقص 30 تعليم فواصل النقط على مستقيم مدرج إذن D هاي هنا ناقص 3 H جهنا وF جهنا حساب المسافتين DF وDH سنشير بالرمز التالي S ABC إلى مساحة المثلث ABC طيب DF تساوي زائد 2 ناقص ناقص 3 DF تساوي زائد 2 زائد زائد 3 DF تساوي زائد 2 زائد 3 إذن DF تساوي زائد 5 سنتيمتر DF ناقص 1.5 ناقص ناقص 3 DH تساوي ناقص 1.5 زائد زائد 3 DH تساوي زائد 3 ناقص 1.5 إذن DH تساوي زائد 1.5 سنتيمتر التمانين ثاني الشكل رح يخرج لي بهذا الشكل تعيين إحداثية النقطة C C هذه بما أن C نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة O فإن C 2 0 2 0 2 الملاحظة نلاحظ أن S A B C يساوي S A F F F F C Z O X و F O Y زاويتان متبادلتان داخليا D F O و F O Y زاويتان متماثلتان F O Y و V F E طيب نعود نشوفهم في الشكل خير زاويتان متجاورتان و متكاملتان F O Y F O Y F O Y هذه مع X O F X O F إذن هذه وهذه هذه هذه وهذه وهذه اللي لسقى فيها نوم النع هذا أي إن زاويتان متگاورتان و متكاملتان بالرأس Z O X Z O X Z O X مع F O Y هذه هذه مع المراه متقابلتان بالرأس زاويتان متبادلتان داخليا دي أف أ دي أف أ دي أف أ أف أو إغرق متبادلتان داخليا هادي سطحك وهادي سطحك زاوية تاني متمثلة أف أو إغرق أف أو إغرق هادي أف أو إغرق وفي أف ي VFU هذه مع هذه هذه مع هذه كما سموهم متمثلة طيب استمتاج قيس الزاوية OFD لدينا X OF زائد FOY يسوي 180 ولدينا X OF يسوي 136 إذن FOY تسوي 44 درجة 44 درجة من جهة أخرى لدينا OFD وFOY زاويتان متبادرة داخليا ولدينا DE وXY مستقيمة لمتوزيا وZV قاطعا لهم إذن نستنتج أن OFD تسوي 44 درجة إيجاد Y وB وX طيب 68 على 21 تسوي 63 زائد 5 على 21 ومبعت من اللي 68 على 21 تسوي 63 على 21 زائد 5 على 21 68 على 21 تسوي 3 زائد 5 على 21 68 على 21 تسوي 3 زائد 5 على 21 ومبعت من اللي 3 زائد 1 على 21 على 5 ومبعت من اللي 2 زائد 1 على 5 68 على 21 تولينا 3 زائد 1 على 4 زائد 1 على 5 أخيرا نستنتج أن X, B, Y تسوي 3, 4, 5 حساب جوداء A و B و Y A في B في Y تسوي 3 في 4 في 5 ومنه تسوي 60 إثبات أن CAB و ABC و BCA تسوي 180 نرسم المستقيم X, Y نرسم المستقيم X, Y الذي يشمل B ويوازي المستقيم AC من جهة أولى لدينا X, Y يوازي AC و BC قاطعا لهم والزاويتان C, B, Y و BCA متبادلتان داخليا إذن نجد BCA يسوي C, B, Y من جهة ثانية لدينا X, Y يوازي AB و AC قاطعا لهم والزاويتان X, B, A و B, A, C متبادلتان داخليا إذن نجد X, B, A و B, A, C كيف كيف متساويت لكن الزاوية X, B, Y X, B, A زائد A, B, C زائد C, B, Y تسوي X, B, Y مستقيمة بعبارة أجمل تولينا X, B, A زائد A, B, C زائد C, B, Y تسوي 180 من واحد وثني 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 نستنتج أن CAB زائد A, B, C زائد B, C تسوي 180 كيفية الإنشاء ننشئ مثلث متساوي الأضلع CAB يساوي A, B, C ويساوي C, A 60 دارات كل زاوية 60 دارات ننشئ زاوية قائمة C, A المتجاورة مع الزاوية C, A, B ننشئ A, D منصف الزاوية C, A, L نستنتج أن D, A, B يسوي 45 زائد 60 يسوي 105 بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب والجامل الفيديو وكذلك الاشتراك في قناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر